بسياد خير عليكم ازيكم يا جماعة عاملين ايه وحشتوني جدا 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 اتمنى يا رب الجميع كده يكون بخير واسف على فترة الانقطاع الطويلة اللي انا انقطعتها عن القناة كان عندي شوية ظروف دعواتكم يا رب كده ان كلنا نكونوا بخير وربنا يكشف عننا الغمة جميعا النهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعض برنامج جوجل درايف برنامج جوجل درايف من اهم البرامج اللي لازم تكون موجودة عندك على الموبايل وبالفعل شركة جوجل حاليا بقت بتنزله اجباري في جميع الموبايلات اللي بتشتغل بنظام الاندرويد طيب بما ان ان انت معاك موبايل اندرويد فانت دلوقتي عندك برنامج جوجل درايف طيب جوجل درايف كويس في ايه وازاي نستخدمه والشرح المبسط ليه وهشرح لك كل كبيرة وصغيرة في البرنامج ده اللي هيتم ان شاء الله في الفيديو بتاع النهاردة ما تنسوش بقى اللايك الجميل بتاعكم وان ان انتو تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وكل حاجة جديدة ان شاء الله هتوصل لكم في قرب وقت ولو اي حد عنده مشكلة زي ما تعودنا اكتبالي تحت في الكومنتات وان شاء الله هيلاقي الاجابة في اسرع وقت وعشان ما طولش عليكم يلا بينا نروح اول حاجة برنامج جوجل درايف بيكون موجود في مجموعة جوجل اللي موجودة عندنا في الهاتف دي مجموعة جوجل اهو زي ما انتو شايفينها بتدخل فيها كده بتلاقي كل البرامج اللي تابع لجوجل من ضمنهم برنامج جوجل درايف وده اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة ان شاء الله برنامج جوجل درايف يا جماعة اول ما هنفتحه كده بيشتغل بما انه هو تابع لجوجل فاذا البرنامج لما هيشتغل لازم يشتغل بالجيميل بتاعك لازم يكون عندك جيميل طبعا طريقة عمل الجيميل انا وضحتها في فيديو قبل كده هسيب لكم الرابط بتاعه في الوصف وهيزهر في علامة الاي اللي فوق ديت تمام؟ تقدروا ترجعوا للفيديو لو عايز تنشئ حساب جيميل حتى من غير رقم موبايل طيب اول حاجة لو برنامج جوجل درايف مش موجود عندنا هنجيبه منين؟ اول حاجة هتفتح متجر جوجل بلاي كده وهتكتب هنا في شريط البحث جوجل درايف هيزهر لك كده بالشكل ده هي دي علامته طبعا البرنامج منزله اكتر من خمسة مليار رفع طبعا خمسة مليار ده رقم كبير جدا وممكن برضو تكتب هنا جوجل درايف بالعربي زي ما انتم شايفين كده جوجل درايف اهو هيزهر برضو معانا البرنامج بالشكل ده طبعا البرنامج دلوقتي عايزه تحديس انا محدستوش وهو بالفعل موجود عندي على الموبايل فهنفتح مع بعض وجهة البرنامج فتحنا البرنامج ازاي ما قلنا البرنامج بيزهر باكاونت جوجل زي ما انتم شايفين كده دي اكاونتات جوجل الخاصة بيا البرنامج بيزهر باكاونت جوجل بتاعتك اول حاجة كده عايزين نشرحها مع بعض في البرنامج هي الوجهة بتاعت البرنامج وجهة البرنامج او الاستفادة منه ايه اكتر حاجة بتقدر تستفيد من البرنامج ده بيها في ايه اول حاجة ان البرنامج ده عامل شبه الخزنة تقدر تخزن فيه كل حاجة مهمة عندك مش عايز حد يوصلها غيرك تقدر تخزن في ايه ده اللي احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي لو ضغطنا اول حاجة على علامة الزائد اللي تحت خالص ديت كده على الشمال زي ما انتو شايفين اهو تقدر دلوقتي تعمله تحميل بتضغط هنا تحميل تقدر هنا تعمل مسح ضوئي تقدر تعمل مجلد جديد تحمل عليه مستندات تعمل فيه جداو البيانات لو انت شغلك على الاكسل وعالورد وعالحاجات دي كلها تمام تقدر كل الحاجات دي تعملها في البرنامج طيب اهم حاجة هي المسح الضوئي والتحميل المسح الضوئي ده اللي انت لو عايز تصور ورقة وترفعها على جوجل درايف بحيس ان هي ما تروحش منك خالص وبالاضافة لكده ان هي ما تاخدش من مساحة الموبايل الداخلية لو انت مساحة موبايلك مليانة او ما عندكش مساحة طيب الشيء التاني وهو تحميل هندغط على تحميل دي هايقول لنا هنا ان احنا نقدر نحمل ايه على الجوجل درايف ده نرفع ايه زي ما انت شايفين فوق الصور الصوت الفيديوهات الملفات الكبيرة تمام اخر حاجات انت عملتها طبعا الفيديوهات والصور والكلام ده كله تقدر ترفعه بتقدر ترفعه ازاي انت بتضغط على الصورة كده ضغطه متوله وبعد كده بتعمل لها اختيار بتعمل لها اختيار هنا بيقوم رافع الصورة على طول على جوجل درايف وحيفضل محتفظ به على جوجل درايف تقدر ترجع لها اي وقت زي ما هنشوف في اخر الفيديو دي اول حاجة كده تقدر ترفع صورة تقدر ترفع فيديو تقدر ترفع اي حاجة على جوجل درايف طيب تمام لحد كده تمام جدا ايه اللي بعد كده نقدر نستخدمه من برنامج جوجل درايف طبعا تقدر تعمل برنامج باسورد محدش يدخل عليه خالص غيرك طيب لو جينا بقى دخلنا كده دي الصفحة الرئيسية المميزة بنجمة دي لو حاجات انت عايزها تكون مميزة وتزهر لك على طول تمام ودي انك تقدر تشارك المحتوى ده او الحاجات اللي ترفعتها دي مع ناس معينة يعني انت لو عندك مسلا شغل والشغل ده سري او بتبعت شكات او بتبعت مستندات مهمة تقدر تبعت كل حاجة من على برنامج جوجل درايف زي ما هنشوف دلوقتي لو جينا بقى للتلات شرط اللي فوق كده وضغطنا عليهم هيزهر لنا شوية اختيارات في حاجة اسمها الاحدث بلا تصال انترنت المهملات النسخ الاحتياطي لاعدادات المساعدة والتعليقات مساحة التخزين طيب هنبدأها كده واحدة واحدة كده مع بعض ونشرحها هنبدأ اول حاجة كده من تحت خالص من تحت خالص بيقولك تم استخدام اربعة وسبعين ميجا بايت من اجمالي خمستاشر جيجا بايت افهم من كده ايه؟ افهم من بردامج جوجل درايف ده بيديك لحد مساحة تخزينية اضافية خمستاشر جيجا بايت تقدر تستخدمهم في اي حاجة انك ترفع عليهم صور فيديوهات اي ملفات عندك على الموبايل طبعا دي اول حاجة من تحت زي ما قلنا مساحة التخزين فانت كده عرفت معاك مساحة تخزين خمستاشر جيجا بايت وتقدر تشتري مساحة تخزين زي ما هنعمل كده لو انت شغلك كتير او حاجاتك كتير تقدر تشتري الحاجات دي كلها المساحات بيقولك الميت جيجا عاملة خمستاشر جنيه الميتين جيجا عاملين تلاتين جنيه اتنين تيرة عاملين اربعة وسبعين جنيه طبعا تقدر تشتري شهرين وتقدر تشتري سنويا. طبعا انا شايف الاسعار دي كويسة جدا واللي يعرف ان الاسعار دي كويسة او لا لو هو من مستخدمين الايفون. الاي الكلود عشان تشتري عليه مساحات. فيكون اغلى من كده بكتير كتير كتير جدا. طيب نرجع بقى مع بعض تاني كده لوجهة البرنامج. بعد كده المساعدة والتعليقات ودي مش هندخل عليها ده بيبقى شرح كده البرنامج وامكانات البرنامج اللي هو اللي احنا بنشرحه دلوقتي. بعد كده الاعدادات. الاعدادات دي تقدر هنا بقى تعمل الاشعارات. تقدر تتحكم في النسخ الاحتياطية. المظهر تقدر تعمله داكن او فاتح او تلقائي على حسب الموبايل بتاعك. تعمل محوزة كده التخزين المؤقت ودي انا ما منصحش بها خالص ان انت تعملها. تمام? استخدام البيانات تقدر ان انت ترفع الملفات بتاعتك دي. عايز ترفعها. اي وقت عن طريق الواي فاي او عن طريق الباقة هنا التحكم. طبعا بما انت رفع الملفات بياخد من آآ النت كتير شوية فهو هنا بيتاح لك ان انت يزبط لك البرنامج اللي هو عند واي فاي بس عند استخدام الواي فاي بس طب اللي هو انا عايز ارفع من الداتا كله هعمله هلغي التنشيط ده وهنا بيقول لك تحذير كده ان انت كده ممكن تستهلك نت كتير. تمام? تمام خلاص بتقول له موافق. مش تمام? بتفتحها تاني. ودي كده كانت الاعدادات بتاعت البرنامج. بعد كده النسخ الاحتياطي. ودي بصراعا حاجة انا مش يعني ما حبتش ان جوجل تعملها بس هي حصلت. تمام? ان انت دلوقتي بيقول لك تقدر تعمل نسخ احتياطية من الجهاز بتاعك. طبعا دلوقتي في مشكلة بتقابلنا ان احنا عشان نعمل نسخة احتياطية من الجهاز ده احنا لازم عشان نعمل نسخة احتياطية من الجهاز ده اح لازم نشتري نسخة من جوجل لازم نشتري نسخة من جوجل فطبعا زي ما شفنا الشراء والمساحات بتكون عاملة ازاي بتكون غالية شوية بس في ناس كتير بتشتريها نيجي بقى بعد كده المهملات دي الحاجات اللي انت حزفتها اللي انت كنت رفاعها على وبعد كده حزفتها تقدر ترجع لها اي وقت تمام اسف للخروج بعد كده بلا اتصال انترنت كل الملفات اللي انت بتقدر ترفعها على جوجل درايف دي عشان تقدر توصل لها وتشوفها لازم انت يكون عندك انترنت في موبايلة طيب لو ما عندكش انترنت في موبايلة تقدر تعمل الملفات دي كلها بلا اتصال انترنت ودي كتشرح الوجه وزي ما هتشوفوا كده مع بعض مسلا لو دخلت على انا الحساب ده كده تمام وكتبت الملفات زي ما انت شايفين انا عامل نسخة احتياطية من حاجات كتير ومن صورة كتير ومن فيديوهات كتير عندي على الموبايل رفعهم على الاكاونت التاني وعامل نسخة احتياطية برضو من الملفات يعني لو جينا هنا وعملنا النسخة النسخة الاحتياطية اهو اعدادات اهو هنا تقدر ترفع تمام اي حاجة تقدر ترفع ايه زي ما انت شايف تقدر تحفظ التطبيقات بتاعتك ببياناتها بالدردشات بكل حاجة جوه موبايلة او موجودة في التطبيقات تقدر تعمل منها نسخة احتياطية الصور في الفيديوهات ودي انا اعملها غير مفعالة عشان ما يرفعش اي صورة اصورها او اي فيديو اعمله ما يرفعوش تلقائيا فانا عشان كده موقفها بعد كده تقدر تحتفظ برضو بنسخة من الرسائل القصيرة سجل المكالمات اعدادات الجهاز بيانات حساب جوجل تقدر كل الكلام ده تحفظه او ترفعه او تحتفظ به في جوجل طبعا الموضوع حلو جدا ومهم جدا وناس كتير بتسأل عنه ناس كتير بتبقى حبة توفر مساحة على موبايلها بتقوم رافع على الحاجات دي وتمساحها من على الموبايل وبتقدر ترجع لها اي وقت وبكده ان شاء الله يكون شرح النهاردة خلص واتمنى يا رب كده تكونوا استفدتوا ما تنسوش بقى اللايك الجميل والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولو حد عنده اي سؤال يسيبهولي تحت في الكومنتات هرد عليكم ان شاء الله في اسرع وقت ممكن واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي